أكدت مديرة الأعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين للفلسطينيين الأونروا في غزة إناس حمدان أن منطقة المواصل واقعة غرب خان يونس التي نزح إليها ألف الفلسطينيين من مدينة رفح الفلسطينية تفتقر للخدمة الأساسية ولا تستطيع تحمل هذه الأعداد الكبيرة من النازحين كما أنه لا يوجد مكان أو شخص آمن في قطاع غزة وفي تصريح لها شددت حمدان على أن الهجوم الإسرائيلي المتواصل يشكل مخاطر حقيقية على النازحين كما أن نزوح الفلسطينيين من رفح الفلسطينية محفوف بالمخاطر وأوضحت أن أكثر من 75% من سكان قطاع غزة نازحون ويعتمدون بشكل شبه كامل على ما تقدمه الأونروا